صحائف العقيدة السليمة في الحلقة الماضية تم الكلام في الصحيفة الرابعة والتي عنوانها شؤون النبوة الخاتمة في هذه الحلقة سأفتح الصحيفة الخامسة من صحائف عقيدتنا السليمة عنوانها شؤون عقيدة التوحيد أتمنى عليكم أن تلتفتوا بدقة لعنوان هذه الصحيفة شؤون عقيدة التوحيد إنني سأتناول أهم شؤون عقيدة التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها التوحيد هو عقيدة وفكرة لا تختلط عليكم الأمور فتتصورون أن التوحيد هو الله تلك إسقاطات الثقافة الناصبية في واقعنا الشيعي إنها إسقاطات ثقافة حوزة بني نجف وجذور ذلك تعود إلى ثقافة سقيفة بني ساعدة التوحيد ما هو الله التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط هذا هو التوحيد التوحيد ما هو الله فحينما يذكر هذا العنوان المفروض أن التصور الذي يكون في الذهن هو هذا التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط مثل ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة وهذا هو مفاتيح الجنان عودوا إلى القوانين الأربعين التي قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة القوانين الأربعون من دستورنا العقائدي الشيعي الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم فهذا هو التوحيد الذي يتحدث القرآن المفسر عنه المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم بحسب بيعة الغدير لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني نجف احذروا من كتب حوزة بني نجف التي ألفوها في موضوع التوحيد لقد تحدثوا عن التوحيد بشكل مخالف لما عليه التوحيد في ثقافة العترة الطاهرة ولذا حذرتكم مرارا من أن تقرأ دعاء العديلة عند الأبوات لأن التوحيد المذكور فيه ما هو بتوحيد العترة لأن هذا الدعاء لم يرد عن الأئمة صلوات الله عليهم وإنما كتبه بعض مراجع الشيعة وفقا لمذاق حوزة النجف فجاء التوحيد فيه توحيدا شركيا عقيدة شركية بحسب موازين العترة الطاهرة لقنوا موتاكم بالزيارة الجامعة الكبيرة ففيها تمام عقائدنا السليمة على أكمل وجه بقول بليغ كامل لقنوهم ببعضها وليس بكلها إن لم تجدوا وقتا لقنوا موتاكم بالمقاطع التي تقع في بداية الزيارة الجامعة الكبيرة إنها المقاطع التي تشتمل على السلام على محمد وآل محمد وإن كان الأفضل أن تقرأ الزيارة كاملة على موتاكم وأن تلقنوا موتاكم بها هذا هو الفلاح وهذا هو النجاح وهذا هو الفوز أما دعاء العديلة فهو دعاء مخروم قد يشتمل على بعض المعاني الصحيحة لكنه في الوقت نفسه يشتمل على عقيدة شركية إنها عقيدة مراجع النجف وفقا لقواعد علم الكلام الناصبي بحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن عقيدة التوحيد في كتب العقائد في حوزة النجف هي عقيدة شركية وهذا الكلام جاء صريحا واضحا في أحاديث أئمتنا صلى الله عليه وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في برامج سابقة يمكنكم أن تعودوا إلي على أي حال التوحيد هو عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط لا شأن لنا بسقيفة بني ساعد وتفاريعها لا شأن لنا بحوزة وسقيفة بني مرجعية بني نجف وتفاريعها ضلال في ضلال لا شأن لنا بما يقوله علماء الكلام بما يقوله الفلاسفة على اختلاف اتجاهاتهم بما تقوله الصوفية وما يقوله العرفانيون نحن عندنا محمد وآل محمد كما في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم بالله عليكم الذي عنده محمد وآل محمد شي سوا بها السرابيت شي سوا بها السلابات شي سوا بها الخرنقعية من كان عنده محمد وآل محمد ماذا يصنع بهؤلاء بهؤلاء الأوباش بهؤلاء اللئام ماذا يصنع بهم حقائق التوحيد في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم مثلما بايعنا بايعنا الغدير تلاحظون أنما يعرض في صحائف العقيدة السليمة منظومة عقائدية مترابطة من أول حرف إلى آخر حرف في هذه الصحائف من هنا عنونتها لكم بخارطة العقيدة السليمة لأنها ترسم الحدود الواضحة لعقيدتنا الدينية وفقا لأصول وثقافة وعقيدة العترة الطاهرة إذن وصلنا إلى الصحيفة الخامسة من صحائف العقيدة السليمة والعنوان شؤون عقيدة التوحيد ما سأعرضه سأعرض عقيدة التوحيد التوحيد ليس هو الله لا يلتبس الأمر عليكم لا شأن لنا بما تقوله سقيفة بني ساعدة ولا شأن لنا بما تقوله سقيفة بني نجاف التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط من أراد الله آل محمد بدأ بكم ومن وحده آل محمد قبل عنكم صلوات الله وسلامه عليكم ورحمة الله وبركاته نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر یا مدبرن نور یا مقدرن نور یا نورا کل نور یا نورا قبل کل نور یا نورا بعد کل نور یا نورا فوق کل نور یا نورا لیسا که مثله نور سبهانك یا لالا 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 الواقع 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 الاسلام الناس یا من عطاؤه شريف یا من فعله لطلط یا من لطفه مقيم یا من احسانه قدیم یا من قوله حق یا من وعده حق یا من عفوه فضل یا من عذابه حد یا من ذکره حون یا من فضله عمیم سبحانك یا الغفر شؤون عقيدة التوحيد الشأن الاول الشأن الاول اعنونه التأسيس انها الاسس الفكرية العقائدية التي سننطلق منها في اجواء عقيدة التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة تذكروا من اننا نبدأ من هنا من هذا القانون من اراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم الشأن الاول من شؤون عقيدة التوحيد التأسيس الاسس الاسس الفكرية المعرفية التي سننطلق منها الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الاول من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الاسوة طهران ايران هذا هو الجزء الاول صفحة 116 الحديث الثامن عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطبني ويخاطبكم يخاطب ابن آدم فيقول صادق العترة صلوات الله عليه يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع من الطيور الجوارح التي تأكل كثيرا من اللحم يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع وبصرك لو وضع عليه خرق ابرة لغطاه خرق الابرة يعني ثقبها لو وضعت إبرة وهي مثقوبة في رأسها ووضع ثقبها على عين الإنسان الرائي لختل بصره واضطرب نظام الرؤية عنده فلن يرى بشكل واضح وبشكل طبيعي بسبب هذا الحاجز الذي لا قيمة له الذي وضع أمام عينه يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض بهذه الإمكانات المحدودة التي تمتلكها تريد أن تعرف ملكوت السماوات والأرض وما قيمة ملكوت السماوات والأرض إذا أردنا أن نتحدث عن الله ملكوت السماوات والأرض شأن شأن مخلوق من تجليات المخلوق الأول من تجليات الكلمة الأتم من تجليات الحقيقة المحمدية فما قيمة ملكوت السماوات والأرض إذا كان الحديث عن الله فنحن عاجزون عن الإحاطة بشأن من شؤون خلقه فكيف سيكون الحديث عنه سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض القلب عنوان وإشارة للقدرة التي يدرك بها الإنسان ما هو خارج الحواس وأما البصر فهو عنوان وإشارة لما يدركه الإنسان بحواسه مدركات الإنسان هناك مدركات عقلية يدركها الإنسان بعقله وهناك مدركات وجدانية يدركها الإنسان بوجدانه أما أما عنوان القلب فتارة يطلق على العقل وتارة يطلق على الوجدان وهناك من المدركات من المعلومات التي يدركها الإنسان عبر حواسه فهناك حسيات عبر الحواس وهناك وجدانيات كالعواطف مثلا كالأفراح والأحزان ما هو برزخي ما بين ما هو عقلي وما هو حسي فالحزن والفرح هذه معاني برزخية لا تقع في الحد العقلي ولا تقع في الحد الحسي فهي وجدانية تدرك بالوجدان فالإنسان يدرك بعقله ما هو عقلي ويدرك بوجدانه ما هو وجداني ويدرك بحواسه ما هو حسي ومصطلح القلب في ثقافة العترة الطاهرة في بعض الأحيان يطلق على العقل وفي بعض الأحيان يطلق على الوجدان وهذا أيضا في الكتاب الكريم لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل الدقيقة أعود إلى الرواية يا أبن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبع وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطاه تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول هذه حدودك يا أبن آدم فعليك أن تتدبر وأن تتفكر وأن تتفهم وأن تتعلم بحدود قدرتك الإدراكية إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول كما تدعي من أن أنك تستطيع أن تحيط علما بملكوت السماوات والأرض وإلى رواية أخرى لكن لا بد أن تلتفت من أن الرواية حين تحدثت عن ملكوت السماوات والأرض إنها لا تتحدث عن الجانب المادي المحسوس الملكوت هو عالم ما وراء المادة وما جاء به الإمام مثالا بخصوص النظر إلى الشمس إنه مثال حسي على سبيل التقريب فالأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه أخرى لا بد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة فمثال الشمس ما هو مثال نقيس عليه كل الحقائق إنما هي لقطة مجتزأة من مثال حسي واقعي نحن لا نستطيع أن نفتح أعيننا بشكل مباشر وننظر إلى عين الشمس إلى قلب الشمس التي هي آثار ضوئها هذا الضوء الذي يتجلى إلينا عبر الغلاف الغازي الهائل الذي يحيط بالأرض ويشكل مجموعة هائلة من الفلاتر فيما بيننا وبين الشمس مع بعد المسافة الهائلة فيما بين أرضنا وبين الشمس لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار كل هذه التفاصيل حتى نستطيع أن ندرك مضامين هذا المثل إنه مثل حسي يقرب من وجه ويبعد من وجوه كثيرة في صفحة 119 إنه الحديث السابع بسنده عن عاصم بن حميد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو يقول عاصم بن حميد يقول ذاكرت أبا عبد الله إمامنا الصادق فيما يروون من الرؤية من هم الذين يروون المخالفون المخالفون يعتقدون بالرؤية الحسية إن لم يكن في الدنيا ففي يوم القيامة وأما في الدنيا فهناك منهم من يعتقد وفقا لمرويات في كتبهم من أن الله يتجلى في غلام بالتفاصيل التي يذكرونها في كتبهم ويمكن للناس أن يروا الله بصورة ذلك الغلام بالنتيجة في ثقافة السقيفة بني ساعد هناك اعتقاد بالرؤية الحسية في يوم القيامة وهناك منهم من يعتقد بأن الرؤية الحسية يمكن للإنسان أن ينالها عبر رؤية الله في صورة غلام ينزل إلى العرض بغض النظر هل هم لازالوا على هذه العقيدة هل صححوها لا شأن لنا بهم فهناك منهم من لا زال على هذه العقيدة وهناك من صحح عقيدته بحسب قواعد علم كلامهم الذي يستنبطون وفقا له عقائده أعود إلى الرواية عاصم ابن حميد يقول ذاكرت الصادقة المذاكرة قد تأتي بمعنى المناقشة وقد تأتي بمعنى فتح الحديث والمحاورة وما يقرب من ذلك نذهب إلى فاصل يا سيد السادات يا مجيب الدعبات يا رافع الدرجات يا بلي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصبات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث 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 يا من هو رب و كل شهر يا من هو اله و كل شهر يا من هو خالق و كل شهر يا من هو صانع و كل شهر يا من هو قبل كل شهر يا من هو بعد كل شهر يا من هو فوق كل شهر يا من هو عالمون به كل شهر يا من هو قادرون على كل شهر يا من هو یبقى و یفنا كل شهر سبحانك يا من هو يا من هو خالق و كل شهر يا من هو يا من هو يا من هو خالق و كل شهر يا أقدم من كل قدير يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطف يا أجل من كل جليل يا أعزة من كل عزيز سبحانك يا لاب ألغى خلسنا من النار عاصم بن حميد يقول ذكرت الصادق صلوات الله عليه فيما يرون من الرؤية من الرؤية الحسية فقال الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي الكرسي الذي وسع السماوات والأرض الإمام يشير إلى هذا العنوان وسع كرسيه السماوات والأرض الشمس جزءا من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي والكرسي جزءا من سبعين جزءا من نور العرش ففي حديث العترة الطاهرة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلات صحراء واسعة ممتدة كصحراء الربع الخالي مثلا في الجزيرة العربية كالصحراء الكبرى مثلا في شمال أفريقيا صحراء ممتدة وتلقي في وسطها بحلقة كهذا الخاتم فالكرسي بكل عظمته بحسب أحاديث العترة الطاهرة بالقياس إلى العرش هو كحلقة في فلات والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب ما وراء العرش والحجاب عالم لا نستطيع أن نتصور حقيقته وإنما حدثونا عنه والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعين جزءا من نور السطر إنها عوالم الأنوار ما بعد العرش وما بعد الحجب فإن كانوا صادقين إن كانوا صادقين فيما يقولون من إمكان الرؤية الحسية فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب عرض بشيء من التفصيل لنفس المضمون الذي قرأته عليكم في الرواية المتقدمة هذا أساس ننطلق منه وإذا تتذكرون فإنني في مقدماتي هذه الحلقات أعني مجموعة حلقاتي أعرف إمامك في المقدمات قبل أن أفتح الصحيفة الأولى حدثتكم عن أن النقطة التي ننطلق منها لمعرفة محمد وآل محمد وبعبارة دقيقة لمعرفة إمام زماننا لابد أن نبدأ من نقطة نعرف عندها قدر أنفسنا وبيّنت لكم من أن ثقافتهم تعلمنا الحكمة لا تكون إلا حيث تكون القلوب المتواضعة المتصاغرة الزليلة في فناء محمد وآل محمد والكلام هو الكلام علينا أن نعرف قدرنا على الإنسان أن يعرف قدر نفسه كي يتمكن أن يتحرك بشكل سليم وبنحو صحيح هاتان الروايتان بمثابة إماضة تكشف لنا الطريق من هنا البداية بدايت هنا في شؤون التوحيد من هنا من هذه المضامين التي حدثتنا هذه الروايات عنها صفحة 116 إنه الحديث العاشر بسنده عن عبد الرحمن ابن عتيك القصير قال سألت أبا جعفر يسأل إمامنا الباقرة صلوات الله عليه عن شيء من الصفة عن شيء من الصفة حديث أهل البيت حدثتنا باتجاهين حدثتنا عن أن الله لا يوصف وعن أن الله يوصف هل هذا تناقض ليس بتناقض إن الله يوصف بحسب ما وصف به نفسه في قرآنه قطعا في قرآنه المفسر بتفسير علي وآل علي كما بايعنا في بيعة الغدير إننا نصف الله بما وصف به نفسه ولا نصفه بحسب مداركنا كما يفعل نواصب السقيفة حيث يصفون الله بأوصاف كأوصاف المخلوقين ربما يتحدثون في زماننا بطريقة أخرى يجدون لهم مخارج من الكلام لكننا نتحدث عن زمان هذه الروايات وهذه الأحاديث فإنهم كانوا يتحدثون عن صفات لله كصفات المخلوقين عبد الرحمن ابن عتيك القصير يقول سألت أبا جعفر عن شيء من الصفة من الصفة بحسب مدارك الإنسان وبالمقايسة على صفات المخلوقين فرفع يده إلى السماء متبرعا رافضا لما يقولون فرفع يده إلى السماء ثم قال تعال الجبار تعال الجبار من تعاط ما ثم ما هناك هلك من تعاط ما ثم ما هناك هلك من تعاط وصف الله بصفات نقيسها على مداركنا المحدودة فهل أن الله يوصف يوصف بحسب ما وصف به نفسه وبعبارة دقيقة بحسب ما وصفه محمد وآل محمد من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم من هنا نأخذ التوحيد لا من العرفاء ولا من المتصوفة ولا من الفلاسفة ولا من علماء الكلام ولا من سقيفة بني نجاف ولا من سقيفة بني ساعدة على اختلاف تشققات السقيفتين وعلى تنوع تفرعات السقيفتين لا شأن لنا بكل ذلك الله يوصف نعم بحسب ما يصفه لنا المعصوم الله لا يوصف نعم إذا كان الوصف بحسب مداركنا وبالمقايسة وفقا لصفات المخلوقين عبد الرحمن ابن عتيك القصير يقول سألت أبا جعفر عن شيء من الصفة فرفع يده إلى السماء ثم قال تعالى الجبار تعالى الجبار من تعاطى ما ثم هلك من تعاطى الصفة بالنحو الذي يرفضه محمد وآل محمد من تعاطى ذلك هلك إلى الصفحة الرابعة والعشرين بعد المئة إنه الحديث الحادي عشر بسنده عن الفضيل ابن يسار قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول إن الله لا يوصف وكيف يوصف وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك وما قدر الله حق قدره لأنهم وضعوا قدرا لله بحسبهم وبحسبنا لا نستطيع أن نضع قدرا لله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نصفه بحسبنا وإنما نصفه بحسب ما وصف به نفسه وبحسب ما فسره وشرحه وأوله لنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مثل مثل ما قلت لكم في أول الحلقة التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط تذكروا دائما هذا القانون من قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم وهذا بالضبط ما أفعله الآن في هذا البرنامج وما تفعلونه أنتم أنتم لا تأخذون دينكم مني أنتم تأخذون دينكم من محمد وآل محمد أنا وسيط أنا ناقل أنا جهاز ينقل لكم هذا الحديث فهذا كلامهم وهذا حديثهم في صفحة الخامسة والعشرين بعد المئة بسنده عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق وعبد الله بن سنان شخصية معروفة ومن أعلام أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه عبد الله بن سنان يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه هكذا قال إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته لا تدركه الأبصار الأبصار حواس وإدراكها محدود لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أعيد كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دققوا النظر في هذه الكلمات وبعد ذلك سأكمل لكم حديث إمامنا الصادق من جواهر كلماته الشريفة هكذا يقول إمامنا الصادق إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فهو محيط بكل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار حين أقول هو محيط بكل شيء لا أتحدث عن إحاطة حسية إنها إحاطة العظمة الإلهية إنها إحاطة الجبروت السبحاني هذه الإحاطة التي أشير إليها لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولا يوصف بكيف ولا آين ولا حيث لأننا إذا وصفناه بوصف يكون جوابا كيف هو الله صار مخلوقا فإننا حينما نتحدث عن الكيفية هنا نعتمد على مفردات في أذهاننا وعلى مفردات في تصورنا وعلى إشارات ورموز في واقع خيالنا وكل هذا مستقن إما من أنفسنا وإما مما هو حولنا إنها شؤون المخلوقين وفي ضوء ذلك نبدأ نشكل وصفا له سبحانه وتعالى من هنا نحن لا نستطيع أن نصفه بهذه الطريقة وبهذا الاتجاه ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف والمراد من الكيف هنا هي حالة المخلوق وكيف أصفه فيما تحدد كيفيته حدود أوصافه وخصائص طبيعته فتلك فتلك هي كيفية المخلوق وهذا هو الكيف الذي يشير إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكيف أصفه بالكيف إنها حدود أوصاف المخلوق إنها خصائص طبيعته هذا هو كيفه كيف المخلوق وكيف أصفه بالكيف فكيف أصف الله بمثل هذا الوصف وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيف فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين والإشارة في الأين إلى المكان إلى الجهة التي التي يكون فيها الكائن المتكون بالكيفية المتقدمة أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين والأين لا تشير إلى المكان فقط لكن المكان هو العنوان الأول فهي تشير إلى الزمان أيضا فالأين أين مكان وأين زمان بمعنى متى أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين حتى صار أين فعرفت الأين بما أين لنا من الأين إنها قوانين العالم الذي نعيش فيه فهناك المكونات التي كونت ولها أوصافها ولها كيفياتها ولها طبائعها وهي التي تكون في وعاء المكان وفي وعاء الزمان وهذه المكونات لا تنفك عن مكانها وعن زمانها وللأمكنة قوانينها وسننها وللأزمنة كذلك فالذي كون الكون هو سبحانه وتعالى وكيفه وأينه وحيثه فكانت لهذه المكونات من الحيثيات في كل اتجاه من اتجاهاتها وفي كل بعد من أبعادها حتى في أبعادها المعنوية فأبعادها المعنوية مقيدة بطبائعها المادية وليس هناك من انفكاك فيما بين خصائص حالاتها المعنوية وخصائص حالاتها المادية فكل ذلك محكوم بقواعد الكيف وسنن الأين وطبائع الحيث أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيثا إنها الجهات المتعددة في كل كائن علاقته مع الكائنات التي تحيط به الجهات التي تحيط به حيثية ظاهره إلى باطنه وحيثية أجزائه التي يتركب منها كله تلك هي الحيثيات وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيثا فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا إله إلا هو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير أعيد قراءة الرواية بشكل كامل من دون أن أقف عند عبائرها فلقد شرحتها بما تيسر لي بحسب المقام وضيق الوقت وهذه المضامين ستتكرر عندنا وسأقرأ عليكم من الروايات ما يكشف لكم الصورة بأفضل ما يمكن أن تكون من الجهة العلمية والمعرفية والعقائدية قطعة عبد الله ابن سنان يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنه قال إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيف فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين حتى صار أين فعرفت الأين بما أين لنا من الأين أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيث فعرف فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا إله إلا هو العلي العظيم وهو اللطيف الخبير فسبحان من هو هكذا لا هكذا غيره نذهب إلى فاصل